تواصل وحدة ترميم الكتب النادرة بمكتبة الأسكندرية دورها في تدريب وتأهيل الكوادر في المؤسسات المعنية والمهتمة بالترميم من خلال برامج علمية متخصصة وفق المعايير الدولية نقل خبرات ترميم المخطوطات وترميم الكتب النادرة مهمة في غاية الأهمية تتولاها وحدة تدريب الترميم بمكتبة الأسكندرية الوحدة تقدم دورات تدريبية متخصصة ومتميزة في مجال الترميم وحفظ المخطوطات والكتب النادرة والوثائق والخرائط كما أنها تطبق الدراسات النظرية عمليا على أساليب الحفظ والتغزين تكون المعمل من ثلاثة وحدات ثلاثة وحدات هو واحدة ترميم الكتب النادرة وواحدة ترميم المخطوطات وواحدة التدريب الأوبجيك المعنية بها المعمل هنا هو ترميم الأوبجيك الخاصة بمكتبة الأسكندرية سواء كتب ندرة أو مخطوطات وصائق خرائط بالإضافة لمشاريع الخارجية الخاصة بالمؤسسات عندنا هنا أهم مشروع شغالين فيه حاليا هو مشروع ترميم مسجرات هالإقنات سويس هيتم منه انتهاء منه خلاص احنا في آخر باتش مقرود كان مدة العمل المشروع كان ست سنين تم الانتهاء منه بالكامل فضل جزء بسيط جدا في خلال الشهر إن شاء الله يكون تم التسليم معمل الترميم يلتسم بالمعايير الدولية لمؤسسات الترميم العالمية والتي تتلخص في الدراسة التحليلية والتسجيل الدقيق لكل عناصر العمل الأثرية قبل الترميم يعمل بقسم الترميم الملحق بمتحف المخطوطات مجموعة من المختصين بأعمال الترميم الذين تم تدريبهم وإعدادهم في مصر وخارجها وقد تم تطوير معمل الترميم في عام 2002 بمنحة إيطالية بنبدأ بعمليات تشخيص كاملة عشان نعرف أنواع الأحبار، أنواع الألياف، أنواع الألوان الموجودة جوه المخطوط بنعمل رؤية كاملة لها وبتبدأ بعد كده مرحلة المعالجة مرحلة المعالجة بتعتمد على أن نحن نحط مادة قلوية عشان تثيل التأثير الحامضي المادة القلوية اللي نستخدمها هي مادة كالسيوم كربونيت وبنحضرها أو بنخلقها داخل المعمل هنا في النانو سايز ليه في النانو سايز أو تكنولوجيا النانو عشان تعملي أكبر تأثير أو أهم تأثير في المعالجة على المستوى الخلوي للمخطوط أما معمل وحدة المعالجات الكيميائية فيستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في المعالجة الكيميائية خلال عدة مراحل لترميم أمهات الكتب النادرة والخرائط والوثائق والصور والدوريات والصحف وذلك حفاظا على التراث في متحف المخطوطات بمكتبة الأسكندرية